الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أحبابي في الله تعالى الحمد لله كلنا مسلمون وكلنا أتينا اليوم لكي نستمع إلى بعض من آيات الله تعيننا على طاعته وتعيننا على دنيانا ولا ينبئك مثل خبير فالذي خلقنا هو الذي أعلم بنا وهو الذي يعلم ما يصلحنا وما هو خير لنا في هذه الدنيا وفي الآخرة فالله سبحانه وتعالى أرسل لنا رسولا محمدا صلى الله عليه وسلم وأرسل معه كتابا وهو القرآن الكريم الذي نقرأه أو نطالعه أو نستمع إليه كل يوم كمسلمين الله سبحانه وتعالى أرسل في هذا المنهج في هذا القرآن رسائل عديدة رسالة الإسلام تحتوي على رسائل عديدة من خلال النبي صلى الله عليه وسلم إلينا نحن المسلمون واليوم أريد أن أتكلم عن رسالة من الله عز وجل إلينا ينبئنا فيها عن حياتنا عن الحياة الدنيا ما هذه الحياة الدنيا التي نعيش فيها هل الحياة الدنيا هو الكون منذ أن كان رتقا ففتقناهما أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما إلى متى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر قد يقول قائل هذه ملايين السنين وقد تكون بلايين السنين نحن لا ندري ولكن آخرون قالوا الحياة الدنيا هي مقدار مكوثك أنت في هذه الحياة فهي سبعون عاما أربعون عاما ستون عاما مئة عام كما تعيش في هذه الدنيا هي هذه الحياة الدنيا بالنسبة لك الله سبحانه وتعالى أغبرنا في الكرآن عن هذه الحياة الدنيا ماذا تعني هذه الحياة الدنيا ما قيمتها عند الله عز وجل ما متاعها وما زينتها كيف تستخدمها لتطيع الله عز وجل وتفوز بالآخرة التي قال الله عنها وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع يقول ربنا عز وجل في صورة الحديد إنما مثل الحياة الدنيا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وبعدين وماذا بعد بعد كل هذه الحياة الدنيا التي وصفها الله وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان هذه المقاررة التي يريدها الله عز وجل لنا كل هذه الحياة الدنيا بأموالها ومبانيها وزينتها ومتاعها لا تساوي شيء لأن الشيء الآخر في الآخرة إما عذاب شديد أو مغفرة من الله ورضوان ليس هناك طريق آخر في الدنيا قد تكون لك طرق متعددة وآمال عريضة تريد أن يكون لك بيت كبير سيارة فارهة وظيفة عالية مكانة ذات جاه تريد أن تلبس أحسن السياب ولكن المقيس عند الله مختلف تماما عن ما نفكر فيه إن أكرمكم عند الله أتقاكم ليس أغناكم ليس من يملك سيارة كبيرة أو بيت كبير أو سيارة فارهة غالية ولكن أكرم الناس عند الله أتقاكم نعلم من هذا أن الدنيا فيها متاع الله وصف هذا المتاع بأنه قليل متاع يعني لذة لذة عابرة أنت تأكل الطعام تشتهي الطعام فتأكله هذا متاع تشتهي أن تتزوج هذا متاع وانتهى تشتهي أن يكون عندك مال يأتي إليك المال وينتهي وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل أول علامة من علامات الدنيا أنها متاعها بالنسبة للآخرة قليل الأمر الآخر أن الحياة قصيرة يعني إذا سألتك اليوم ماذا أكلت منذ يومين لا تدري ماذا فعلت الأسبوع الماضي لا تدري ماذا فعلت بالأمس لا تتذكر إلا أشياء قليلة من الأربعة وعشرين ساعة التي عشتها أمس المجرمون يوم القيامة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبسوا إلا ساعة ما لبثوا إلا ساعة الناس يوم القيامة يأتون أمام الله عز وجل ويقسمون بالله أنهم ما لبسوا في هذه الحياة الدنيا إلا ساعة من نهار فلتعلم أخي المسلم أن الحياة الدنيا قصيرة قد تنتهي بنا اليوم أو غدا أو بعد ساعة كم من أصدقائنا وإخواننا وأحبابنا فارقناهم منذ سنة أو سنتين أو ثلاث أو خمس سنوات أين هم الآن كم مع الله عز وجل ونحن سنكون سنلحق بهم فهذا أمر لا بد أن يأتي لأن الله عز وجل قال وإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم لعب اللعب هو الشيء الذي تفعله بغير فائدة هذا هو اللعب أو يكون بفائدة مؤقتة كل ما تفعله في هذه الدنيا لعب لهو اللهو في لغة القرآن أي شيء تفعله في غير محله يعني إذا أنت رايح إلى نيويورك وسلكت طريقا إلى ريتشموند ده اسم لهو بتضيع وقتها أي عمل في حياتك الدنيا حينما تختار الأقل عن الأكبر فهو لهو لذلك أهل الدنيا حينما يختارون الأموال البنين المساكن في الدنيا فقط فهذا لهو الله عز وجل يريدك أن تستخدم هذا في طاعة الله عز وجل لا تحسبوا أني أقول هذا الكلام لكي نيأس أو نزهت في الدنيا ونتركها لا نعمل لا والله الله عز وجل هو الذي يقول هو الذي يخبرنا بهذا لكي يدفع إلى قلبك الأمل فأنت تعمل لشيء آخر أنت لا تعمل إلا هذه الحياة الدنيا أنت لا تجتهد وتضيع عمرك وحياتك لكي تسعد بثمانون عاما الله عز وجل يريدك أن تتعب وتكد وتكدح وتكسب الأموال ولكن لماذا؟ لكي تسعد بحياة إلى مال نهاية الحياة الخالدة لأن هذه الدنيا يا إخواني كما ذكر الله عز وجل في القرآن لها تنغيصتان حتى إذا كنت أغنى واحد في الدنيا أغنى واحد الآن أغنى واحد الآن كم يملك من الأموال؟ خمسين أو أكثر من خمسين بليون دولار ولكن هل ستمنعه من الموت؟ لا تمنعه من الموت فالموت ينغص علينا حياتنا شيء طبيعي ولكن للمؤمن هو يذهب إلى الله عز وجل يعرض على أرحم الراحمين على أكرم الأكرمين على الذي لنتظر أن نراه منذ زمن بعيد نحن ننتظر أن نرى هذا الإله الذي نعبده كل يوم الذي نشكره كل يوم الذي نذكره كل يوم لذلك للمؤمن حياته باقية كم من الناس في هذه الحياة الدنيا ينفقون أموالهم ليطيلوا من أعمارهم؟ اقرأوا على الإنترنت إذا أردتم كم من الأموال تنفق على حق اسمها الـ Aging Aging Creams أو ميديسين قمت بأسياد حياة دولار لإطلاق حياة حياتهم لإطلاق حياة أمر وحياة لكن الله سبحانه وتعالى وعدنا هذا بغير مشقة الله عز وجل ينظر إلى قلوبكم وينظر إلى أعمالكم التي افطرضها عليكم ثم يعدكم ووعد الله عز وجل حق لا تغير فيه لا أحد يستطيع أن يغير وعد الله وعظ الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رقم واحد ومساكن طيبة في جنات عدم ورضوان من الله تأمل معي هذه الآيات البسيطة التي هي وعد سوف يأتي من الله لا محالة للذين آمنوا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ماذا تخاف في الدنيا أنك لست خالدا في الدنيا سوف نترك هذه الدنيا لا محالة قريبا أم بعيدا سوف نتركها إلى الله عز وجل ومساكن طيبة في جنات عدم عدم يعني جنات إقامة دائمة إقامة دائمة أنت تقيم في هذه الدنيا إقامة ليست دائمة حتى لو أتيت من الملك ما تشاء لن تقيم في هذه الدنيا لذلك ربنا سبحانه وتعالى ميز الآخرة بشيئين خالدين فيها وجنات عدم أنت تخلط إلى لا موت في هذه في الجنة حياة بلا موت وإقامة بلا نهاية هذين الشيئين الذين ينغصان علينا الحياة الدنيا لذلك وعدنا الله عز وجل أن الجنة سوف تكون بلا موت وبلا نهاية أحبتي في الله الله سبحانه وتعالى ضرب مثل الحياة الدنيا في القرآن كمثال مرتين في سورة الكهف وفي سورة يونس قال إنما هذه الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تضروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا تخيل معي الحياة الدنيا حياة حياة أي شخص يكون شابا قويا يجمع المال يتزوج يكون له بيت وأولاد ووظيفة ثم ماذا يتركها ويموت هذه الحياة الدنيا ربنا ادىها مثل من الواقع مثل واقعي نراه بأعيننا كل يوم ماء نزل من السماء فاختلط مع الأرض هناك نبات تأكل منه ثم ينتهي عمر هذا النبات أمام عينيك هذه هي الحياة الدنيا مثل الحياة الدنيا كماء كالماء ليس له رائحة ليس له لون ليس له طعم هذه هي الحياة الدنيا التي نعيشها الآن ولكن الله عز وجل لماذا الله سبحانه وتعالى يعطي لنا هذا المثل لكي تتمسك بالآخرة اجتهد في الدنيا حتى تفوز بالآخرة دي الرسالة بتاع ربنا سبحانه وتعالى من القرآن الكريم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس أنفعهم للناس أحسن واحد بنا هو اللي بيخدم الناس ويقول صلى الله عليه وسلم إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها فسيلة من بتاعة النخل النخل عشان تطرح بتاخد سنين عشر سنوات يمكن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الأمل ويعرف أن الله عز وجل سيجازيك بهذا العمل أنك زرعت فيقول لك إذا كانت في يدك فسيلة أي عمل تستطيع أن تعمله قبل أن تموت فافعله الله سبحانه وتعالى سوف يجازيك عليه ولا ننسى سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة عملك إذا بدت كالا من عمل يدك بات مغفورا له تذكروا كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفوز بهذه الدنيا استخدم هذه الدنيا كما يريدها الله عز وجل لنا أن نستخدمها في طاعة الله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يتقبل عمل يوم القيامة إلا إذا كان خالصا لله ومتبعا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحبتي في الله أخيرا وليس آخرا أذكركم ونفسي بهذا المعنى الذي بعثه الله عز وجل لرسوله الكريم في كتابه اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد هذا هو مثل الحياة الدنيا لنعلم جميعا أن هذا المثال الذي أعطاه الله لنا ولكن كيف تجعل هذه الأمور الأعمال التي تفعلها في الدنيا لله سبحانه وتعالى يجب أن تغير نيتك أن تكون خالصة لله عز وجل أنت تذهب إلى عملك تجتهد وتكسب المال تنفقه على أهلك وعلى نفسك وتتصدق بما بقي للمسجد للفقراء للمحتاجين هذا هو يكون لله عز وجل تأكل وتطعم الآخرين لأن ما تعطيه لله هو الذي سوف يبقى لك في الجنة إن شاء الله يوم القيامة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذبحت في بيته شات يوما ما فعائشة رضي الله عنها وزعت كل اللحم ما عدا الكتف لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب طعام الكتف في الشاة فحينما عاد سألها ماذا فعلت يا عائشة قالت وزعتها كلها إلا كتفها يعني بقي كتفها فقط لنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصحح هذا المفهوم الذي بقي هو ما وزعته في الله يقول لها بقيت كلها وفاني كتفها كتفها الذي سوف نأكله والذي سوف يفنى ولكن ما بقي عند الله ما تصدقت به ولا تستصغر من المعروف شيئا قد تبتسم لأخيك المسلم يكتب لك حسنا كد تحمل عنه همّا يكتب لك حسنا كد تنفق نصف ما في جيبك في المسجد يكتب لك أنك أنفقت نصف مالك فلا تستصغروا من الحسنات شيئا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا